سلام عليكم طلابنا العزاء حياكم الله وذكركم في من عنده. اليوم معنا اجابة سؤال للنحو لمحافظة المنية لعام الفين وواحد وعشرين. اقرأ سماجب. طلاب العلم عليكم التحلي بمكارم الاخلاق. فيتجعل منكم رجالا قادرين على تحمل المسئوليات. وابتعدوا عن كل ما يشينكم. فنعم ما يتحل به الطلاب ما يجمل خلقهم. ولتكونوا جدين في طلب العلم. فهو اساس عبادة الله وعمارة الارض. ولنا جميعا القضوة في علماء بلدين الحبيب مصر. فحبز الخلق والعلم. فخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين الكلمات التي فوق الخط. كلمة العلم. هل هي خبر مرفوع او مضاف اليه او ناعة مجرور او مبتدى مؤخر. كلمة العلم. اسم معرف العلف اللام. سواقه اسم ناكرة. اذا العلم مضاف اليه. يشينكم فعل مضارع. هل هو مرفوع? اما اجزوم? اما منصوب? اما ابني. هذا الفعل لم يسبقه ناصب او جازب. اي. لم يسبقه اي ادوات ناصب او ادوات جازب. ازا هو فعل مضارع مرفوع. خلقهم منصوبة لانها تمييز ام خبر لفعل ناسخ ام مفعول به ام حال. كلمة خلقهم وقعت في جملة فعلية. من يجمل? هو يجمل ايه? خلقهم ازا منصوبة لانها مفعول به. الحبيب هل هي نعت مرفوع? ام نعت مجرور? ام بدل مجرور? ام مضاف اليه? كلمة الحبيب اسم معرف بالعليف اللام جاء قبله اسم معرف بالاضافة بلدنا. وكلمة بلدنا مضاف اليه مجرور. ازا الحبيب نعت مجرور. با استخدم الفكرة السابقة ما يلي. ممنوع من الصرف لسبب واحد وبين السبب. نبحث معا عن صيغ منته الجموع او اي اسم مختوم بالف تانيس ممدودة او اي اسم مختوم بالف لينة. فنجد كلمة مكارم مملوعة من الصرف والسبب صيغة منتهى الجموع بعد الفها حرفين. وايضا نجد كلمة علماء والسبب انها اسم مختوم بالف تانيس ممدودة. بدلا وبين نوعه. نبحث عن اشكال بدل مطابق الا منجد نبحث عن بدل بعض من كل او بدل اجتمال. ثم نبحث عن بدل تفصيل الا منجد. نجد كلمة مصر علم سبقه اسم عرفة وهو الحبيب. ازن بدل مصر نوعه بدل مطابق او بدل كل من كل. منادى وعربه. نبحث عن اي اداة نداء لا نجد. ازن نحن امام نداء محزوف. حزبت اداته. نزب الى بداية القطعة. كلمة طلاب العلم. بعدها فصلة ثم جملة تخاطبهم. عليكم التحلي بمكارم الاخلاق. نضع يا نداء قبل طلاب العلم. نجرب النداء. يا طلاب العلم عليكم التحلي بمكارم الاخلاق صلح النداء. ازن المنادى طلاب واعرابه منادى منصوب بالفتحة لان نوعه مضاف. مخصوصا بالمدح جائز التأخير وعربه. المخصوص بالمدح جائز التأخير هو مخصوص نعمة او حسنة. ونجد اسلوب المدح في جملة فنعمة ما يتحلى به الطلاب ما يجمل خلقهم. نعمة هو فعل المدح. ما الموصولة الاولى هي فاعل المدح. يتحلى به طلاب جمل الصلاة الموصول. ما الثانية هي المخصوص بالمدح. واعرابها ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ ويجوز عرابه في محل رفع قبر المبتدأ. محزوف. تقديره هو. جيم. تخيل الاجابة الصحيحة مما بين القوصين لما يلي. شباب مصر صانوني لها. كلمة الشباب هل هي منادة مبتدأ قبر مقدم فاعل. كلمة شباب مصر هنا لا تصلح للداء. لان جملة صانوني لها ليست خطاب موجه لهم. بل وصف عنهم. وكأنها خبر جملة فعلية لمبتدأ شباب. اذا شباب مبتدأ. هذه دنيا فانية. سبب منع كلمة دنيا من الصرف. هل اسم به الف تانيس مكسورة? عالم مؤنس? ام صيغة منتهى الجنوء? ام عالم على وزن فعال? اسمع طالبا ماهرا يقول اسم به الف تانيس مكسورة. بالطبع اجابة صحيحة. فليست عالم على وزن فعال. وايضا ليست عالم مؤنس. وكذلك ليست صيغة منتهى الجنوء. دال صوب الخطأ في العجارتين التاليتين. ان اخي احمدا بارا بوالديه. الخطأ هنا في كلمة احمدا وكلمة بارا. اولا كلمة احمدا كلمة ممنوعة من الصرف لا يجوز تنوينها. فاحمدا صوابها احمدا بدون تنوين. فقط نص بفتحة على الدال. وايضا الخطأ كلمة بارا. فهنا خطأ نحوي في الاعراض. فبارا مرفوعة لانها خبر ان تكون بار تكون الاجابة ان اخي احمدا بار بوالدته. تقدر نصر ابناؤها المبدعون. الخطأ هنا في كلمة ابناؤها وايضا المبدعون. ابناؤها وقعت مفعول به. وهنا جاءت مضمومة. والصواب ان تكون منصوبة. فترسم الهمزة بدلا على الواو. ترسم على السطر. ابناؤها تصويبها ابناؤها. وايضا كلمة المبدعون هي انعت منصوب. وجاءت هنا مرفوعة. فالصواب ان تكون المبدعين. تكون الاجابة تقدر مصر ابناؤها المبدعين.